هنا ترصينا القدام نترصي الخلف بجهة المعاكسة كيف يأتينا الدخل في الخارج يسمى الدخل في الخارج نسبة لجلة هنا نترصي الترصج الخلف نفسه يكون بحل بحل نفس الترصج يبقى لنا تقرد العنق لا تكون بحل بحل والتركيز لا يكون بحل بحل فهذا الجج نترصي بجهة المعاكسة 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 فهنا كما شاهدتم تراسيت نفس القواعد اللي خدمت للأمام خدمتهم الخلف كما هما محدودين هنا ثم بقالية كما قلت لكم تقويرا ديالعونق هو تركيز هدو هما اللي بقاليه هنا فهنا هي ثمانية سنتيم كما دخدمنا في الأمام ثمانية سنتيم هان هبط بالجوج يعني ثمانية على جوج وهنا خد البسطولي هنا هي بالنسبة التركيز بالنسبة التركيز فهنا هي ما كان نخدموش نفس القواعد اللي خدمنا هنا القواعد ما كنتخدموش بحالهم فهنا نحطوا البسطولي كان نحطوه هكا ما نحطوش غرق هكا فهدا غلط هنمشي بالتقويرا ديالعون هنحطوه تقريبا هكا ديالعون في جينا هدا وقف هانتراسي هكا فهنا يجب ما كتشوفو هراني ما غرقتش هنا يا تقويرا فكان نتقفل البسطولي هكا يا وكان نخدم همن ثم غلط هو الاختلاف ما بين تقويرا ثم التقويرا لالعونق والتركيز ديالالخلف وو الحين هنا يوجد 45 جليل فهذا الدخل والخارج الدخل في الخارج ديال الجلبة مفتوحة من الأمان ديال الجلبة سنمشي للكم والقم سنقلب الورقة نضع الورقة بالنسبة لكم سنقوم بطرسج دائما نبدأ لكم على شكل مربع بطرسج هنا يوجد الهبطة بالنسبة لكم سنقوم بطرسج بطرسج ونقوم بطرسج هنا نسبة لك سنقوم بطرسج هنا 25 26 نقوم بطرسج حين نقوم بطرسج هنا صدر على اربعة على الهبطة ديالنا طول ديال الصدر طول ديال الصدر عندي هنا يا خمسة وعشرين خمسة وعشرين على جوج. هناك ادخلج الياء 12 وعشرين خمسة وعشرين على الهبطة ديالنا طول ديال الصدر وهناي الطول الكم فالطول ديال الكم اللي هيكون عندي هو الطول الكم زائد جوج سنتين بالنسبة للجلابه فهناي طول الكم عندي خمسة خمسين فسبعة وخمسين هل تنسي هنا الصدر اللي هو ستنشين فهناي اللي كان تراسب هاد الايطار. الايطار اللي كيكون العرض دياله هو يعني الصدر دورة الصدر مقسوم على اربعة. ذاك الشي اللي اعطان هنا اللي يخدمناها في الربع ديال الصدر. هو اللي كان حط هنا يا اللي عندي ستة وعشرين بالنسبة ليه هنايا. هنايا الطول ديال الصدر. طول ديال الصدر هو الطول ديال الصدر اللي احنا اللي شدينا. كان نقسمه على جوج كان نحطه كان تراسبها الايطار. الايطار التاني فهو الكم زائد جوج. طول. الكم زائد جوج سنتين ديال الخياطة. فهنايا عنشو الاهم حاجة. اجينا مسدود من واحد جيهة ومحلول من واحد جيهة الخوف. فهذه الطريقة بدي زائد فيها. عندي دبا طوب. طويتو على جوج. باش يعطاني الجيهة مسدودة والجيهة مغلوقة. ولكن انا هنتعسي جوج كمام. فخاص مطوي. هكايا على اربعة. فهنايا طويتو على اربعة. للجيهة مسدودة بجوج وكيف اعطاني جيهة محلولة واحد من واحد وال؇ مسدود. فهنايا هنخدم على هاد psove legendary هاد الجيهة المسدودة هي عالش هنخدم. على حالنا لنخدم على هاد الجيهة لكم توب على اربعة. يعني توينا توب على اربعة وعطانا واحد جهة مسدودة بالجوز جويه. وعطانا هنا محلول واحد دريقة محلولة واحدة مسدودة. فهنا هنبدأ هنتراسي اكس في هاد الاطار الصغير اللي الفوق. هنتراسي في اكس هكا. هنخدم هدا هو المغلوق فهنخدم من فوق هنا. ماشي هكا نخدم من هاد الجهان من التراسي هكا. فهدا هو المغلوق. هنشيل هدا الفوقاني وهنخدم. اول حاجة هنقسم هاد الماسافة هدي ما بين هنا وهنا هنقسمه على جوش وهنقسم هدا على جوش. هوا هاد اللي قطت لكم اللي كاجينا هجيها المغلوقة هنطلع بسنتيم. وهنا هنهبط بسنتيم. دابا هنجي هنتراسي ب هاد الجهان هادي. فهنا هنعود مشرح يعني هنا شوية لكم كيتخبق لنا الجهة المغلوطة فهنا نقسم به يقوم بسدده وكانت تراصي و اكس نخدمه على هذا نخدمه في الجهة المغلوطة الفقاني وكانت نقسمه على جوج ونقسمه على جوج يعني نعطينا 4 التراف 1 جوج 3 4 هنا يلفق الجهة المغلوطة الفق كانت طلعه بسنتين وهنا التحت كانت هبطه بسنتين وكانت تراصي بالبيستولي هكا يكن لقي يا اما جوج نقاط او لا ثلاثة بحال بحال على اساس انه إلا جاوكم ملاقيين بثلاثة فقط تسطرهم بثلاثة ما جاوش ملاقيين بثلاثة كان لقي كل جوج نقاط بحته كانت لديكم هنا يكون فهم لانه شوية كيجي سعيب يعني كيتخذ قولينا فعنا في الدرس ديال اخذ القياسات فقالت لكم ضروري انه تشد تركيز يعني نشد الكليانة للتركيز هنا بالنسبة لها هذه الكليانة عندها 24 ونصف تركيز هادا 24 سنزيد لها جوج سنتين 25 سنزيد لها جوج سنتين 24 ونصف زائد جوج كتطينة 26 ونصف هاد 26 ونصف هاد 26 سنينة قد السنتين ونوزها هنا 26 سنزيد هنا يقوم بشي 26 من اللي كان نجي لكم كالتراسي فكان جيحته هنا هذا وتركيز هيتلاقى لنا مع هذا فكان عبر ستة وعشرين ونص تلاقيت ستة وعشرين ونص حتى الهناء رهن زيان تلاقيته كبير متلا ستة وعشرين كتجيل هنا كان وقف هنا وكان كمل ترصاج ديال يعني هذا كان مسحه جانا صغير كان زيده فهنايا بالنسبة التركيز كي يخصناها نعبره بالسنتيم كيفاش يجي هات شي نشوفوه في الدروس اللي جايين خصوصان الترصاج ديال توب بالنسبة الهنايا للتركيز فكيفان ترصاج ديال توب لانا الميستارة ما يمكنش ليان بقان شد العباره كيا اكزاكت ماشي بحال السنتيم كان دوزو كان شدوش حال عندنا هنا وكان شوفو تركيز ديالنا اللي كان هنا فهدي نقطة ضرورية على توب اما هنا على الوراق فما يمكنش ليان خدم بالميستارة فهنايا مشيو الثاني حاجة هنكملو هنكملو هنكمل دورة الدراع ودورة الساعد والراس لكم هادوك هنخدمهم في لكم هنايا هنهبط عيني ميزاني هنايا مثلا هو دورة الدراع وهنايا دورة الساعد وراس لكم هو هاد الخط هادا ديال اه طول ديال لكم فهنايا دورة اه الدراع اه الدورة الدراع عطتني تمنتاش ونص يعني تسعتاش ونص انا هنخدم بتسعتاش ونحب النقطة نجي للدورة الساعد عندي خمستاش ونص فهنخدم بستاش ونص انا هنخدم بستاش لانه نصف سنتيم بالميستار ممكنش وعندي هنايا اه راس لكم راس لكم طول دياله احداش مدناش هدا هو العبار ديال اه لكم ديالي هناخد البسطولة وهنراسي كلها نقطة مع نقطة يعني هادي مع هادي هادي مع هادي ومن بعدها هادي مع هادي الهدف يبنينا لكم مقد فهدا هو الكمف ديالنا فهنايا بالنسبة البواني كيمة اه دائما هدا كيكون اختيار ديال الكليانة او لا موضي اللي همصله هنا في الحالة ديال الجلبة فشتيت لها العبار ديال هادي هيكون هنا لي هو على زائد سنتيم ديال الخياطة وهنا هنا هي دورة الساعد او لا الساعد على زائد سنتيم ديال الخياطة هنا هي دورة لكم سنتيم 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 نتمنى انها يكون شرح مفهم فهدا هو فبنسبة لكم لك ها الناس كيتلقوا فيه مشكلة فهزا الطريقة ديال دورة الدراع ودورة الساعد والبواني هي الطريقة اللي كتخلينا اننا نجيبو لكم هو فبعض المرات كي يدخل فيه بزاق فكي يجيه ما كي قدش يدخلكمه فهذه هي الطريقة الصحيحة ولي كتجينا هي هادي وحتى بالنسبة للتركيز فالتركيز كان شدو التركيز شحل لدينا في الكليانة كي قسموه على جوج كان زيدو لي جوج سنتيم فكان عبروه هنا يوم وشعطانو نفس التركيز ونفس شيء بالنسبة للترصاج ديال الجلبة عندنا هنا يوم داخل في الخرش فهنا يبقى لي القب هنترسي القب فالقب كي بقى عبارو يعني القب هنا هنترسي لكم قب عادي اللي كي بقى عبارو يعني اي واحد يمكن لنا نخدمولي هاد العبار فعندي هنا ثمانية عشرين على اربعة وربعين فالقب كانت تسلوف الشيطة اللي كاتشيت لنا عند الكوب او لا اللي كي يشيت لنا في التركيز يعني ما ماشي بالضرورة مستغل مثلا هاد الاشيطة اللي شاطلية اللي لها نفصل فيها القب فانيا كنخدم هاد الجهة لمسدودة هاد الجهة لمسدودة كنترسي القب هكدا يا كي جينا هكا هاده هو القب فكي جينا في الجهة مسدودة فهذا الحالة هل شاط لكم جهة مسدودة هلما شاط لنا في التوب فكنخدموه مفتوح عادي وهنا هم القطة دي المنتج في الماكينة كنستوه الماكينة فهنا هنفرد لان الحالة عندي هنا يتوب كافي فهندلو مغلق من هاد الجهة وعندي توبلة جوج فهنا هاد الادرس 28 متى ہیں على عاو 44 متى فهنا هذي هي الجهة المغلوقة هنجيل الجهة المقابلة هذي الفوق مغلوقة اذن هنجيل هنطلع بشرة سنتين نقوم بشرة سنتين كندخل بجج 10 سنتين وكندخل بجج فكن جي اخلاقي هنها معها نقطة لكي دخلت انا كوب جوج هادي زائد هنا يلقب هندري بلو دينات يعني الى بغيتو بلاو دينات فكتكتافيو بهنايا هكا وكانت راسيوه بالبروكي هكا الى بغيتو لو دينات فانا كنفيني القوب لو دينات فكندير مثلا عشر سنتيم او خمستاشر سنتيم على العرض هندير خمسة سنتيم هندراسيها هكا وهنا اخد البروكي وهنلاقي هدجوج نقاط هكا هادا هو القوب ديال الجلبة فيكون على هاد الشكل هادا وهنايا دلنا خمسة سنتيم على هشرة او لا اقل وهنايا مشكلة تفضروا اقل او لان كن يكون تكتافيو بهنايا هاد جيه انايا فرع الدراسي لان ما بغيتوش بلو دينات فانا ما بغاش لو دينات فكيكتافيو بهكا اللي بغى لو دينات كيزيد هادو وكيخدم القوب هكا هادا فهدا هو طرسج ديال الدرس اللول فهدا هو طرسج ديال الدرس اللول الجلبة يبازي خياطة الامام وعندي القمام ديالها او القوب هنجي هانتراسيه في الباترون او لا او راق ديال مصبنة غنخدمه عادي فهنا يا الورقة هدي ديال مصبنة يمكن لكم تشريهم او لا تخدموا لا اي ورق كيما بغيتو فانا هنخدم على هادا فانا هنا يا قطعتو على شرق القوب اللي كيكون هنا ديال توب او لا توب راكليكا ناخدوه بالمترو كالعضو فانا هنا العقد دائما ديال توب اللي كيكونو اغلبية كيكون مترونس فهنا مترو ونص على جوج كتعطينا خمسة وسبعين فانا قطعت خمسة وسبعين هنا على جوج ونص هنا انا قطعت جوج ونص فانا عندي مترو وخمسين زائد مترو عطاكمي مترو جوج ونص فهدا هو الكوب اللي سيكون هنا ديال توب فالكوب بنسبة للسوق فكانت لقاو اشكال ديال التوب فهدا هيكون درجة خاص خاص يعني بالتوب يعني كيفاش حال كيكون فيه وش حال اللي كيكون فيه كل العبار كيفاش كنخدموه على توب فهدا الحالة انا عاد خدمه على العبار اللي كانت لقاو جوج وعشرين جوج وثلاثين حتى الجوج ونص جوج ونص بالمسبة لشي وحده عمره فلا بودا من جوج ونص صيفه فانا هنا يا نفس الخدمة اللي خدمت هنا فهي اللي عاد خدم هنا نفسه بشي كاملو الكمام والقوب فانا هنا يا هن نتراسي بنفس القواعي اللي خدمت هنا باش ما ندورش عليكم نفس القواعي اللي تخدموه هنا يا عاد خدموه هنا يا كم ترصاش فهنا يا اول حاجة بالنسبة لطولا فانا قلت لكم هنا يا خدمت مترو عشرين كاملو مترو عشرين فانا البياسة عندي طول عندها بثمانية وثلاثين فانا هنخدم هنا يفتوف بثمانية وثلاثين باش هنخدمه هدا وطغير الوحيد لي هندير وكوشي هنخدمو كما هو اشتركوا في القناة 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 انشتركوا في القناة القياس اللي هنخدم عليه انا يضع هنا اوضلت الصدر على ربعة هو الصدر باش خدمنا الربع فهنا خدمت الربع بستة وعشرين سيكون عندي استة وعشرين فهنا هنا انتراصي نفس التراصاج اللي كان هنا هو هنا في الجهة اللي مسجدة في الجوية فهذا دبه نياب مع التراصة جادة كاملة وهي جيني في الجهة فهنا هنخدمه كنفس الطريقة باش خدمته ترجمة نانسي قنقر موسيقى فهذا هو الكم تراصته هذا مقلوب لانني خدمة على الجهة مسجدة مخدمة على الجهة هذا هو الكم موسيقى 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 هذا هو مقر مقر سوف نعمل على الجهان و نقاط سوف نعمل على الجهان و نعمل على الجهان و نعمل عليك بعدها هو القب انا بالمسبة لي هنا ما استعملتش هادو الودينات فهادو كيكونوا في الماكينة اما هنالي ساقهي القب فهاديك هتعدى هاته هي البياسة ديلي انا هنسق اول حاجة هي هاد السنتيم لي كيكون لدي هنا هندي لي شوية لسقه وهنسقه مع القدام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعمل انا هنسق اقمر موسيقى 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 الآن سوف أضع المسكة لا أ strangely شبك فهيدي فهيدي لا أشبك فهيدي الكتار وكنت أشبك كتار اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر الدرس الاول هذا هو الدرس دينا ديال الجلابة وهذه هما الكمام والقب فهذا هو سبيق ديال الجلابة نتمنى انه يكون فهم وانكم تقول لنا رأي ديالكم بلان الدرس كان واضح جدا وما تنسى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة